بعد عليا كانت بنتي طالبة في الجامعة وحضر معايا هذا الجواز تهمي عمر لما كان رئيس إزعى بس طالبة في الجامعة وانت كنت ماشا الله سنك كبير السنة بين زيالك مش مشكلة ما انت فتحت شيئتي في الكلام اه اظن انت اسكرتوني في لبنان لما قال لي غريب انت سنك كبير والبنات السبع طالت 18 عليك كده وطولوا عندي أدوات مش عندك طبعا لبنان كلها تقلبت وزعوا الحلقة دي 8 مرات بإعلانات مختلفة هي ايه الأدوات اللي عند الحلقة مش عنده تحب اقول لك في البرنامج ولا خرج البرنامج لا ممكن انا ممكن انا نزلك علامة للكبار فقط دلوقتي وتقولها وحزح حالك انا عارب لا بس هقولك حاجة ربنا خلاني أمي قالت لي روح إلهي ربنا احبب خلقه فيك فدي دعوة استجابت لأني انا كنت بعشق أمي وماتت على ايدي يعني اكتر واحدة تزوجتها من العشرة كان فرق سلم منتخالة أصالة دي اللي هي الإنسانة الرائعة حبتها لا انا حبيت ما نروحها ده في حياتي مين انما ممكن تكون في عشرة ممكن تكون حبيت مين يا سيد ايه حبيت مين كان اسمها رمضة هذه البنت جاوستها كان رمض لسيدة البيت العظيمة ومبتسمة انا اكرع معلية واحدة اهم منهم اللي اعملها كده قولها برا وكاتب على باب شاقتي تذكر رايح فين جاي منين اتخرت ليه الساعة كم تبقى طالب ده حيئة انا ابراهيم عيسى وقع مني واحنا بنسجل قالي ده قصة افلام مش فيلم خلاص وعمري ما تقدمت الوحدة اخطوبها بحياتي هم اللي بيقولك اقسم بشارة في اخر زوجة لقيت ممتك يا باب تقول لي شوف لك حل انا جاي اخطوبك لبنتي دي اخر زوجة لا انا مش متجاوز دلوقتي دلوقتي ايه ده لا مش متجاوز ولذلك اه ممكن يكون المطرب يا زعل ان انا مش متجاوز اللي من دول عاطل يوم ممكن في دي وبقول له انت مش قدي لان انا بالعلم اسكتك بالرأي اسكتك بكل شيء اسكتك وممكن اخليك تبطل غنى وانا قاعد على بعض كيلو مترات في ايدي ترجمة نانسي قنقر